السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تناول الثوم النيء ولكن لا ترتكب نفس الخطأ الذي يرتكبه ملايين الناس ماذا يحدث عند تناول الثوم؟ ولكن قبل أن نبدأ نريد أن نجمع مئة صلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ودعمنا بأعجابي لهذا الفيديو وإذا كنت قد تناولت الثوم النيء اضغط لايك لنعرف عدد الأشخاص المهتمين بهذه النوعية من الفيديوهات مرحبا بكم من جديد طرق تناول فصوص الثوم وطريقة أكله وسترى ماذا سيحدث من منافع لجسمك وعلاج الكثير من الأمراض يلجأ الكثير من الناس إلى تناول الثوم حتى يتم تطهير المعدة من الفطريات والمايكروبات وعلاج العديد من الأمراض ولكن لا يعرفون ما هي أفضل طريقة للاستفادة من الثوم وطريقة أكله الطرق المتعددة لأكل الثوم هناك أكثر من طريقة لتناول الثوم ولكن يبحث الناس دائما عن أفضل هذه الطرق لعلاج الأمراض والمشاكل الصحية ومن ضمن هذه الطرق الطريقة الأولى وهذه طريقة أكل الثوم نيئا تعد أفضل طريقة للاستفادة من الثوم ويتم تناول فص كبير الحجم وغسله جيدا بالماء ويتم تقشيره وتقطيعه بواسطة سكين مبللة ويتم تناوله مع كوب من الماء وعندما يتناول الشخص فصوص الثوم مقطعة يسهل ذلك من عملية هضمها يفضل تناول فصوص الثوم أثناء تناول الطعام لأن تناول الفصوص بعد الطعام قد يسبب بعض المشاكل الهضمية مثل حمودة المعدة فوائد أكل الثوم نيئا تتعدد فوائد تناول الثوم نيئا حيث أن الكثير من الناس يعتبر تناول الثوم نيئا هو أفضل طريقة للاستفادة من الثوم يطهر المجرى البولية وذلك لأنه يعتبر أحد مدرات البولة يعمل على تطهير المعدة كما أن له دور فعال في تخفيض مستوى الكوليسترول في الدم ومنه تجلط الدم يعالج التقارحات والجروح المتعفنة يعمل على علاج الكثير من مشكلات الجهاز الهضمية مثل الغاذات والانتفاخات معص البطن وسوء الهضم يخفض من ضغط الدم المرتفع الطريقة الثانية طريقة أكل الثوم على ريق حيث يتم تناول الثوم المقطع أو الصحيح عند الاستيقاظ صباحا على ريق فوائد أكل الثوم على ريق هذه الطريقة لها أيضا فوائد كثيرة إذ أنها لدى البعض الآخر من الناس هي أفضل طريقة للاستفادة من الثوم ومن هذه الفوائد خفض ضغط الدم المرتفع خفض نسبة الكوليسترول في الدم ويقلل من نسبة الإصابة بالنوبات القلبية يعالج التهابات الحلقة يتخلص من آلام المعدة والديدان المعوية يعالج التهابات اللثة ويقوي من الأسنان ويخفف من آلامها الطريقة الثالثة طريقة أكل الثوم المطبوخة تكون هذه الطريقة عن طريق طهيه بأحد الزيوت النباتية وأفضل هذه الزيوت هو زيت الزيتون ثم يضاف إلى الأطعمة فوائد أكل الثوم المطبوخة يعالج مشاكل الجهاز الهضمية ومشاكل المعدة يخلص الجهاز التنفسي من البلغم يعمل على تنشيط الذاكرة ويزيد من ذكاء العقل والآن لنتعرف على أفضل طريقة للاستفادة من الثوم تساءل الكثير من الناس عن أفضل طريقة للاستفادة من الثوم وتكون هذه الطريقة في الصباح الباكر ويتم ذلك عن طريق تقشير الثوم مع بقاء القشرة على الجزء المتبقي ووضعه في الثلاجة تقطيع الجزء الذي تم تقشيره إلى قطعا صغيرة يتم تناول من فص إلى فصين لأن تناول أكثر من فصين على مادة فارغة قد يسبب بعض مشاكل الجهاز الهضمية وقد يؤدي إلى المرض من الأفضل أن يتم ابتلع فص الثوم مع كوب كبير من الماء حتى يتم التخلص من نكهته اللاذعة الأضرار الصحية للثوم عند الإفراط في تناول الثوم بعد أن تعرفنا على أهم فوائد الثوم وعلى طرق تناوله وعلى أفضل طريقة للاستفادة من الثوم سوف نتعرف على الأضرار الصحية المختلفة لتناول الثوم ومنها الثوم وتأثيره على الكبد فالكبد هو أحد الأجهزة الحيوية في الجسم الإنسان والتناول المفرط للثوم يؤثر على الكبد بالرغم من أن الثوم يحتوي على مضادات أكسدا إلا أنه قد يسبب سمية للكبد إذا تناول بشكل مفرط حرقان المعدة والقيء والغثيان قد توصلت الكثير من الأبحاث أن تناول الثوم أو الزيت الخاص به وخاصة على معدة فارغة قد يسبب حرقان المعدة والشعور بالقيء والغثيان يزيد من نزيف الدم في أحد التقارير الطبية تم إثبات أن الثوم أحد العوامل التي تزيد من نزيف الدم لذلك يجب عدم تناول الثوم مع أنوية سيولة الدم ويجب عدم تناول الثوم لمدة لا تقل عن إسبوعين بالنسبة للأشخاص الذين سيخضعون لعملية جراحية يسبب الأمراض الجلدية بالرغم من أن الثوم له الكثير من الفوائد إلا أن تلامس الثوم للبشرة لفترة طويلة قد يسبب تهيج للبشرة حيث أثبتت الدراسات أن إنزيم الليين الموجود في الثوم يسبب تهيج للجلد وقد يتسبب في حدوث الإكزيمة يسبب رائحة سيئة من أكثر الآثار الجانبية التي قد يسببها الثوم هو أنه يتسبب في حدوث رائحة كريهة للفم والنفس خاصة في حالة تناوله بصورة كبيرة لأنه يوجد به مواد كيميائية تسبب هذه الرائحة وهذا كان كل ما لدينا اليوم شكرا لكم على المشاهدة وإلى اللقاء